استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تبادل سموهما التهانية بالشهر الفضيل بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيب بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كما حضر اللقاء أيضا عدد من الشيوخ وعيان البلاد وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مأدوبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الرمضانية العامرة داعنا الله عز وجل أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أرنهيان عن ارتياحهما للمشهد الاجتماعي والإنساني الحضاري الذي يسود مجتمع الإمارات المتنوع خاصة في شهر الخير والتسامح ما يعكس عمق التلاحم الوطني وأصالة قيم وعادات شعبنا العربي المسلم المتجذرة في رحم هذه الأرض الطيبة كجذور نخلة لا تنحني ولا تموت بقدرة ربنا الأعلى وبهمة قيادتي ورجالتي دولتنا العزيزة